جبهة الخلاص مازالت ناشطة مازالت مصرة على ان تعتبر نفسها جبهة خلاص معارضة لكل مسار 25 جوليا؟ طبعا هي مازالت موجودة وهي قاعدة طوى في مشاورات للتوسع عملت ندوة صحفية باش قدمت موقفها من ذكرت موقفها من المسار كامل من 25 جوليا ومن بعد وخصوصا قرارها بمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر نظرا للاعتبارات اللي قلناها رفض المسار باعتباره مسار انقلابي وانقلاب على الدستور منذ 25 جوليا الفسموع الدولية الاقتصاد الاهم في كل هذا في الوضعية متاعنا أنه بعد 25 جوليا قبل 25 جوليا على الأقل ثم توافقات ثم تسويات ثم لجنة مالية ثم هي ولكن كانت أج عملية على أرض الوضع اقتصاد مترد تقبل 25 جوليا بالأرقام من مواد المحروقات وصلت في فترة ثم إشكاليات هذي الكله نتج عن اخلالات المالية العمومية نتج عن القطيعة مع المؤسسات المالية الدولية هذي الكله هذي جانب الاقتصاد والنتائج متاع الانقلاب متاع 25 جوليا حكيت على مشاورات وانطلاق مشاورات جديدة لتوسيع جبهة الخلاص مع من؟ والله ما نجمش نقول لك لأنها مزالت ما دوب بداية السنة السياسية ثم مشاورات متعدة ثم اليوم برشة مجموعات قاعدة تتشاور لتشكيل جبهة أوسع من الجبهة الحيوية حتى جبهات لأنه طوى شوالة طوى النساء تقريبا تسعين في المئة من الطبقة السياسية معناها مقتنعة أنه قيس سعيد هذي البلاد لمأزق كبير مأزق باش نزيده باش نزيده تعمق في الأسابيع وفي الأشهر المقبلة من جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما تماش بيئة متاع واحدة وطنية اللي تسمح باش نقوموا بالإصلاحات اللازمة وباش البلاد تنطلق انطلاقة جديدة